الدوري خلص لا لسه فاضله كام ساعة اه فاضله كام ساعة ولا انت حايس ما ممكن يتأجله لا ما ممكن يتأجله يعني انت عايز تتطمن اكتر اه احنا يعني 8-10 شهور اه حلوين اه مشان نبقى اكتر من كده اه الدوري السنة دي فيه كثير من السلبيات وانا بصراحة اقولت ابدأ الحلقة النهاردة بشيء من اللطافة وادور على ايجابيات هلك شفت ايجابيات السنة دي طيب بص الاول بص المسألة النسبية يعني اما ديجي تتكلم عن الدوري المصري وهم الناس والجمهور ساعات يقولك ايه يا عم انتوا بتتكلموا على الدوري المصري ايه بتتكلموا على الدوري المصري ده هيدي كورة دوري الانجليزي اه دوري الانجليزي اه طب ما يبقى كده بقى هنتكلم في حاجات تانية يعني المهندس هيبص للمهندسين الدكتور هيبص لدكاترة مش عارف مين هيبص المين فيعني يعني بقى لا لكن خليها نسبيا نسبيا احنا دوري كويس دوري يعني نسبيا عشان في كلامي انا قلت تحسني اعيدها تاني نسبيا كمان نسبيا يعني الناس تخبالها من حكاية النسبيا دي التصوير كان زي من اربع سنين من خمس سنين من عشر سنين من عشرين سنة من تلاتين سنة وحصل ايه في التصوير لا اقارنه بالتصوير في البريمير ليج لا اقارن الفار اللي ليه تسعة وتلاتين كاميرا لوحده غير كاميرات النقل في البريمير ليج لكن حتى كمان في اخر سنة اخصوصا السنة دي التصوير بقى احسن كتير شوف اللعبات اللي بتتعايت شوف اللي سلو موشن بتاعها شوف ده هتلاقي فيه تطور ده دي النسبية صح لكن هنقعد نقول بها اصل الانجليز واصل كذا اصل كذا لا ادي حاجة تانية تعال فارس حسن انا اسف للمقاطعة بس حتى في انجلترا بينتقدوا الدول الانجليزي بالمقارنة بالاخراج والتصوير باللي بيحصل في الدول الاسباني يعني دول الاسباني رقم واحد في العالم دلوقتي بالنسبة للتصوير والاخراج بس بتكلم انه حتى في الدول الانجليزي بس دول يكرنوا بعض مفهومة لكن احنا ما نخشش في المقارنة دي يعني في المقارنة الانجليز عاملين خمسة مليار جنيه سترليني ايرادات في ثلاث سنين واحنا لا يمكن يكون عملنا انديتنا خمسة مليار جنيه مصري في امتين سنة يعني 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 هنا بقى النسبية لا لا احنا خلينا وقعين انه 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 الانديا في مصر كلها بيما فيهم الانديا الكبيرة الاهلي والزمالك هما بيخرجوا الميزانية بتاعتهم بيها خسائل في كرة القدم يعني مطلعش كسبانين يعني حتى اقبل الانديا مطلعش كسبانين مطلعش انت الانديا التانية طبعا فدي دي كلها يعني حاجات نسبيا في حاجات احنا اتطورنا فيها وبينا احسن مم مم ما تشاطنا حتى يعني لما كنت برجع الموسم مثلا انا قلت اه ده في حوالي تلاتين مباراة حلوة مثلا فيها ندية فيها اهداف وخلي بالك ان المباراة الحلوة مش شرط تبقى فيها اهداف يعني مش شرط تبقى خمسة وستة ممكن تبقى مباراة مصيرة في احداثها ما ليفربول كسب تسعة هل انت استمتعت لا طبعا مباراة من طرف واحد مطلعش مملة يعني مطلعش تهريج يعني تمرين يعني لكن لما تبقى مباراة فيها ندية دي تبقى حلوة يعني وفيه كمان فرق تانية غير الاهل والزمالك بتناطح الاهل والزمالك وتبقى ند للاهل والزمالك وممكن تبقى فيها مفاجآت يعني احنا عدنا سنين طويلة قبل ما الاهل يلعب يا ترى الاهل هيكسب كام دلوقتي في السنين الأخيرة النتيجة تبقى يا ترى الاهل هيكسب يا ترى يعني المسال بتتغير